مجلس الشورى ومجلس النواب حول إنتاج قناة الجزيرة القطرية عن برنامجها المغرض ما خفي أعظم لفيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة ولي الأمر وقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ويؤكد مجلس الشورى والنواب رفضهما التام لتدخل قناة الجزيرة القطرية السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين حيث تقتات هذه القناة المسمومة على بث الفتن في المجتمعات بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجندات سافرة لا تريد خيرا للمنطقة مشددين على أن أي محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قبل قناة الجزيرة القطرية لن تلقى إلا الفشل والرفض التام والتصدي من شعب البحرين الذي يؤكد دوما هويته العربية والإسلامية ويشير المجلسان إلى أن مملكة البحرين ومنذ إطلاق المشروع الإصلاحي لقائد المسيرة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عرفت حراكا ديمقراطيا غير مسبوق شاركت فيه كافة القوى والتيارات السياسية وهذا ما عجز النظام القطري عن فهمه لأن قطر لم تشهد قط إصلاحا سياسيا جادا يحفظ للدولة أسسا من سيادة القانون وفصل السلطات والعقلانية على غرار ما تنعم به مملكة البحرين التي تسير بخطا ثابتة نحو التطور والنماء ومن هذا المنطلق فإن المجلسين يدعوان دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإفاء بوعودها تجاه شعبها الذي يتطلع للديمقراطية داعين النظام في قطر إلى الكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة والعودة إلى طريق الصواب والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية إن النهج المقيت المستمر للنظام القطري في اتباع سياسات تثير الفرقة والتضليل يمثل سوء النوايا واحتضانه لأشخاص لا يريدون خيرا لشعب البحرين وللشعوب العربية وجدد المجلسان رفضهما استمرار النهج الإعلامي المعادي الذي تقتات منه قناة الجزيرة وتنفذ به توجيهات النظام القطري لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية مؤكدين على صلابة ومتانة الأواصر والعلاقات بين الشعبين البحريني والقطري ورفض كل أوجه المساس والزج بأهلنا شعب قطر وشرخ العلاقات وأن الخلافة ينحصر مع النظام القطري وشدد المجلسان على أن مملكة البحرين حكومة وشعبا يتعاضدان دوما للحفاظ على الوحدة الوطنية داخل المجتمع البحريني وكذلك على الثوابت الخليجية المتأصلة تاريخيا في وجدانهم مع الوحدة الخليجية ووحدة الصف الخليجي